تولي القيادة السياسية والحكومة أهمية كبيرة للعمال من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتوفير سبل الدعم والمساندة على المستويات كافة أهداف تتواكب مع توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة التي تعتمد في المقام الأول على العمال المدربة ومواكبة التطورات التكنولوجية جهود كبيرة بذلتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لوضع العامل المصري في مكانته الصحيحة لبناء الجمهورية الجديدة فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مصر اهتماما كبيرا على كافة المستويات واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج باعتبار أنهم وقودوا معركة البناء فقد عملت الدولة على ملف خفض معدل البطالة ونجحت في خفض معدلاتها من 13% خلال عام 2014 إلى 17% وثلاثة من عشر بالمئة في الربع الثاني من العام 2021 كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة ثمانية بالمئة في الربع الثاني من عام 2021 حيث سجنت 27 مليون مشتغل مقارنة بـ 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016 وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد قدم الرئيس السيسي لهم دعما غير مسبوق حيث تم صرف ستة مليارات ومائتين وواحد وستين مليون جنيه وذلك لمواجهة جائحة كورونا كما تم استخراج مائتين وثلاثة عشر ألفاً واربعمائة واثنتين وعشرين بوريس التأمين على هذه الفئة تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة وفي مجال النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها فقد تم إنشاء مراكز تدريب جديدة لمختلف المحافظات للتدريب على مهن حديثة وفيما يتعلق بمجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال فقد أصدرت التشريعات العملية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وحرصاً من القيادة السياسية على رصد ومتابعة سوق العمل فقد تم إنشاء خمسة مراكز لرصد المعلومات وإعداد تقارير وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة ترجمة نانسي قنقر